موسيقى 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 صباح الخير عليكم النهاردة هوريكم اذا تتمرنوا دراع كامل في البيت اول سائز معنا هيبالباي سبسكر بالشكل ده لازم تبقى ربيتي صوفت مش لوجد عشان ما تحرقش من الورباك بحصل لي مشكلة في ظهري الناس كتير مشاب عندها دمبلز في البيت ممكن تجيب ازاستين موية وتبدأ تشتغل برضو بالشكل ده ممكن اصعب التمرين شوية ان انا هقف سنجل لج ممكن اصعب التمرين اكثر لو انا بدأت ان انا اشتغل موسيقى ممكن اصعب التمرين اكثر موسيقى موسيقى تانى تمرين معنا الهومار كور لازم ابقى ماسك الدمبلز من نص بالشكل ده ما ينفعش امسك الدمبلز من فوق او امسكه من تحت عشان ما يعصلش على رستي ايدي برضو لو عايزة صعب التمرين شوية ممكن اصعب التمرين شوية ممكن اصعب بالشكل ده او ابدأ اشتغل مع بعض موسيقى الافضل في الفاتلوس ان انا اشتغل موسيقى حاجات كتير مع بعض موسيقى بعد كده نستخدم البار الناس اللي مش عندها بار ممكن تستخدم اي عصاية عندها اضع سي ويت اقول اكسرسايز معنا كور ما ينفعش ابقى بتحرك من كتفي عشان الناس كتير بتحرك من كتفها في البار فبالتالي بيحصل لها صبات في كتفها من المكان ده وعاية صعب التمرين اكتر هوادي البار قدام سنة واسبكك وعيني اكسرسايز معنا موسيقى 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 الناس كتير في غلطة التمرين ده بتبقى فتحة عديها بالشكل ده فبالتالي البايسيبس شغالة بالنسبة عليه مشتغل الابر باك اكسرسايز لازم باشدد فيه الكوربتاعي بعد كده هنلتقى للترايسيبس الترايسيبس وهي دي كان البايسيبس اول اكسرسايز معنا اوبرهيد اكستنشن بالشكل ده ماينفعش بقى فارد دهري خالص وانزل كده ماينفعش بقى عامل النك قدام بالشكل ده وعمل كده ماينفعش لازم ابوص على نقطة سابتة الفوق وباشتغل بارده لو عايز صعب التمرين اكتر هاف سينجل لج او ممكن اشتغل بايسيبس و ترايسيبس مع بعض بالشكل ده ثاني تمرين معنا اوبرهيد اكستنشن بالشكل ده بارده لو عايز صعب التمرين ممكن اشتغل مع اسكوت او بعد كده اشتغل بالبور امسك البور لازم امسك البور بالتساويب الشكل ده بعدين اشتغل بالشكل ده ماينفعش يباكوا عيني بارده كده لازم بكلوز ماينفعش اعمل ضهري كده عشان اكتر ايت ناسو تعمل تمرين ده غلط فتر بيحمل على الارباك ممكن اعمل معي الانجس بعد كده هاعمل الريس والفور او بالشكل ده وبكده نكون انتهينا من حلقة النهاردة تابعوني في الحلقات الجاي موسيقى 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 توافق مصري فرنسي على دعم الحل السياسي لأزمتي سوريا وليبيا الرئيس يقول تعزيز التعاون بين البلدين والسعي لتحقيق الاستقرار بالمنطقة لودريان يقول المشروعات الكبرى بمصر توفر فرصا واعدة لتعظيم الاستثمارات الفرنسية هذا كان في إطار اللقاء المصري الفرنسي ما بين وزير الخارجية الفرنسي والمصري وأيضا لقاءه مع سيادة الرئيس بالأمس وبحث العديد من الملفات دعونا نستمع للمزيد من التحليل معنا على الهواء عبر الهاتف الأستاذ سامير راغب رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية صباح الخير يا أستاذ سامير صباح خير فرنسي بالأمس شهد اللقاء المصري الفرنسي على مستوى وزراء الخارجية وأيضا في لقاء وزير الخارجية مع رئيس المصري عبد الفتاح السيسي منقاشة عدد من الملفات من الأزمة السورية والأزمة الليبية الوضع في السودان والعديد من النقاط الأخرى كيف ترى هذه الزير لا شك أن فرنسا دولة كبيرة دولة دائمة العدوية في مجلس الأمن وتجمعها بمصر تقارب وجهات النظر حول معظم خضايا المنطقة وفي مقدمتها طبعا القضية الأزمة السورية والأزمة الليبية وكلاهما الحقيقة فرنسا مهتمة بهم سواء في الأوضاع في سوريا أو الأوضاع في ليبيا وجدت نظر مصر دايما بالحلول السلمية في كافة مناطق الصراع المبنية على وحدة وتكامل الأراضي ونزع سلاح الميليشيات وتحقيق خيارات الشعب فيما تعلق بحقه في انتقال سياسي وسلمي للسلطة فمصر طبعا بتنصق مع فرنسا بدعم الجيش الوطني الليبي والحكومة والبرلمان الشرعي في ليبيا بدعم الجيش العربي السوري أيضا في سوريا والنظام الشرعي الموجود في سوريا ومصر بشكل عام لا تتعامل مع الأنظمة الموازية والميليشيات والجماعات وبترى أن كل ما هو إرهابي فيسمى بالإرهاب ولا تتعامل بشكل انتقائي مع الجماعات كما تتعامل بعض الدول أن هذه جماعات سلمية وهذه جماعات تمرد وهذه جماعات خيرية يعني كل ما يرفع السلاح واجه الدول والأنظمة الشرعية والجيوش الشرعية فهو إرهابي فهو وجوده لوزيس رجال فرنسي الحقيقة هو أضيف كبير والتنصيق المصري الفرنسي حول كافة القضايا لا توقف سواء كانت داخل المنطقة أو خارج المنطقة طيب أستاذ سمير ده فيما يخص القضايا المنطقة ولكن لو حبينا نتكلم عن العلاقات المباشرة ما بين مصر وفرنسا واللقاء ده أكد على أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين خصوصا على السعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري وأيضا التنموي لو حبينا نرسل العلاقة الاقتصادية والتجارية بين مصر وفرنسا وما يمكن أن يحدث فيها من تطور وتعزيز بالتأكيد هيصب في صالح الاقتصاد المصري خاصة مع الحديث بالأمسة عن تضافق الاستثمارات مباشرة من فرنسا في عدد من المشروعات المصرية لا شك أن فرنسا أيضا من أكبر الدول الشركاء التجاريين بتطمح الدولتين في زيادة الاستثمارات المباشرة وخاصة فيما يتعلق بالمشروعات الكبرى والمشروعات الجديدة سواء كان منطقة الاقتصادية في قناة السويس أو العصابة الإدارية الجديدة أو المدينة العالمين الجديدة المجال السياحة الفرنسية من أكبر السياحة ومن أعلى دخل في السياحة العالمية وخاصة الأوروبية ما قامت بمصر في فترة أخيرة سواء كان من أعمال بنية تحتية أو صلاح اقتصادي لا شك أنه جاذب للدول ولما نتكلم يعني فرنسا كأحد الدول الصناعية السبعة الكبار فوجودها مهم طبعا فرنسا من الدول اللي لها يعني باع كبير سواء كان في اخطاع للصلاة أو سواء كان في اخطاع النقل سواء كان في صناعات سقيلة صناعات سيارات بتسعى في فرنسا برغبة صادقة في أن يكون لها وجود كمحطة رئيسية في أفريقيا من خلال مصر طبعا على المجال طبعا العسكري احنا بنشتري من فرنسا الرفال وفيه تصنيع مشترك للمدمرة جو ويند الفرقاتة تريم وتحية مطر حاملة سيارات مسترال جمال عبد الناصر عنه رستادات يعني من أكبر الدولة دلوقتي اللي بتورد يعني أسناحها متقدمة لمصر فرنسا فالحياة اللي بتوريد السلاح هو أعلى درجات التعاون كسلاح مصنع في فرنسا أعتقد أن فرنسا يعني حتكون من أكبر الدول طبعا قطاع الطاقة طبعا فرنسا من الدول المتميزة فيه الاستثمارات المباشرة الفرنسية ليست الأكبر في الأوروبيا الأكبر أوروبيا طبعا المملكة المتحدة بأكثر من 25 مليار لكن فرنسا من الدول لوعيدة أن يكون لها استثمارات كبيرة نعم نشكرك شكرا جزيلا الأستاذ سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للدراسات السياسية والاستراتيجية شكرا يفنم على هذه الإطلال الصباحية وننتقل لخبر آخر وهذه المرة من جريدة الأخبار بالصفحة الثالثة حقل بلطيم يبدأ الانتاج بمعدل 100 مليون قدم مكعب غاز يوميا البترول حفر 5 أبار جديدة تزيد الانتاج إلى 500 مليون قدم العام المقدم أما عن تفاصيل الخبر سريعا أكدت وزارة البترول أنه تم وضع البئر الأول من حقل غاز بلطيم على خريطة الانتاج بمعدل 100 مليون قدم مكعب غاز يوميا من خلال منصة انتاج بحرية جديدة متصلة بمحطة غازات أبو ماضي البرية وسوف يتم تقسيم الانتاج بين هيئة البترول وشركتين إينيا الإيطالية وبي بي البريطانية وفقا لنسبة اقتساب الانتاج المحددة بالاتفاقيات البترولية وأضافت الوزارة أن انتاج الحقل سيرتفع إلى 500 مليون قدم مكعب غاز يوميا بعد حفر 5 آبار جديدة مع حلول الربع الثاني من العام المقبل وما راضي ندوح لجارية الجمهورية وفي صدارة الصفحة الأولى هنجد الرئيس في اجتماع بمدبولي ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية الأولوية للتنمية البشرية والاجتماعية تحسن الأداء الاقتصادي لابد أن ينعكس على دودة الخدمات معنا للتعليق على هذا الخبر الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي صباح الخير يا دكتور كريم صباح الخير أهلا بحضرتك أهلا بيجي فانم هذا الخبر الذي صدده من جريدة الجمهورية واجتماع صيد الرئيس مع وزير مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفة مدبولي ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية والتنمية البشرية والاجتماعية لها الأولوية الآن في خطة الحكومة تعليق على هذا الخبر طبعا يعني هنا مثل مع تنمية البشرية الإنفاق ليس فقط بيكون على البناء والمدن ولكن أيضا على التعليم وعلى الصحة وعلى جودة الخدمات اللي يجب في النهاية أن يشعر بيها المواطن كان طبعا من ضمن برضو يعني خاصة بالتنمية البشرية أو الاهتمام بالمواطن كانت المبادرات اللي عمد بيها الدولة المصرية والصحة زي 100 مليون صحة والقضاء على بيروس تي والقضاء على سرطان أسادي يعني كل هذه أيضا كانت نقطة فارقة في مجال الصحة احنا شكنا يعني مرض بيروس تي كان منتشر كده في مصر ومصر ازرحت من أقل المعدلات انتشار لبيروس تي أيضا القضاء على العشويات ومراحل نقل العشويات بشكل تدريجي زي الأصمارات وما خلافه كل دي طبعا يعني بتصل لجوضة الحياة أيضا وجوضة الخدمات كنا طبعا الدولة المصرية كانت بتعاني من ضدع السنين مشكلة كبيرة في مجال الطهرباء وقطاع مستمر للطهرباء يعني احنا شوفنا الآن بعد انطاق مبالغ يعني هائلة مصر تقترب من 600 مليار جنيه على محطات أو بناء شبك الطهرباء الجديدة الثالث اللي احنا يعني مصر أصبحت من دولة اللي ده عجز عجز في القهرباء من بضعة سنوات إلى دولة مصدرة للقهرباء عن دولة خاصة تقريبا يوصل لـ 50% يعني كل هذه أيضا يعني أمور نعكس على دكتور كريم يعني طبعا نقاط لعلك زكرتها في غاية الأهمية مصر هي السياسة على مستوى النمو أو الأداء الأداء في النمو السنوي فهل ده بينعكس على الإنسان بنفس الشكل في طبيعة النقاط لحضرتك زكرتها بطبيعة الاهتام أم أن طبيعة الاهتمام ببناء الإنسان تحتاج الكثير من النقاط الأخرى من وجهة نظرك اقتصاديا فيناء الإنسان دي يعني نقطة بتاخد وقته هي موضوع نزبي إلى حد ما آه إن ارتفاع معدل النمو بينعكس أنك إنت ارتفاع معدل النمو معناها بيزود لك الزيادة للمنتجات والسلع والخدمات اللي بتكون في السوق ولكن آه السلع والخدمات اللي بتكون في السوق ولكن يعني أنت عندما تحدث عن إصلاح منظومة التعليم فدي تاخد وقت إصلاح منظومة الصحة أيضا ودخول المواطنين كلهم في منظومة التأمين الصحي الشامل اللي ابتدت ببرسعيد كل هذه الأمور بتاخد وقت كلما زاد معدل النمو كلما زاد عرض السلع والمنتجات والخدمات كلما انخفض التضخم زي ما احنا شفنا في آخر سنتين بعد مرور عام 2017 ابتدأ التضخم انخفض وصل التضخم لعدناء في 2000 في الشهر اللي فات التضخم لعدناء أيضا معدل البطالة أقل معدل لي منذ تسع سنين تقريبا في انخفض مستمارف مع انخفض معدل البطالة ومع انخفض معدل التضخم ده أكيد بينعكس على بناء الإنسان وعلى جودة الخدمات هل المواطن العادي بقى هيقدر يشعر بده قريبا هيقدر يشعر بحوافز الدمو ويدية أو مميزات ما حدث الفترة الماضية على الأرض بالنسبة له أم أن مزال المردود بيحتاج وقت بالنسبة للمواطن في الحياة العادية طبعا دي برضو موطنة نسبية لأن أكيد المواطنين اللي اتنهلوا من العشوائيات لأماكن جديدة متطورة ده أكيد شعر أكيد كل مواطن كان خد علاج لفيروس تي مجانا أكيد شعر أنا عن نفسي والد بيخد علاج لفيروس تي وعدد كبير من قريب وهو أيضا ومرض فيروس تي ده مرد مميز يعني اللي بيجيله فيروس تي كان مرد مميز بتنهي على حياته بزبط فالموضوع النسب ممكن يكون في بعض المواطنين شعره في بعض المواطنين هيفتدوا يشعره في بعض المواطنين مش محتاجين هذا يعني الشعور ولكن يعني هو في النهاية أي تجربة اقتضية لها بداية يعني وبتستمر لفترات طويلة ما فيش تقربة اقتضية لدولة بتنسيه في 3-4 سنين احنا عندنا مشاكل متراكمة بلها أكثر من 30 سنة فالتجربة اقتضية كلها بتاخد وقتها الصين خدت 30 سنة في 12-15 سنة فلازم نتسلم في انها ان طبيعة الاقتصاد وطبيعة التطورات الاقتضية بتاخد وقت وفترة من الزمان ولكن احنا كان عندنا مشاكل تحلت طبع دكتور كريم تخدت عشرة سنوات في الانتقال من 2004 لـ 2014 وكانت قادة تغيرت فيها الحالة اقتصاديا بشكل عام طبعا يا المقارنة لا تجوز بس دي ولهات ناظر رأيك ايه رأيي هو اولا ان الصين ما فتدتش في 2004 الصين ابتدت في الثمانينيات الصين ابتدت في الثمانينيات في بقاء في سنة الثمانين تقريبا واحد وتمانين وابتدت يعني نقول ان الصين ابتدت دولة قوية لكن النقلة القوية كانت 2004 لـ 2014 لا النقلة القوية كانت في التسعينيات في التسعينيات الكلام ده رسرت بس تحقيق معدلاتنا مو مرتفع في التسعينيات في نهاية التسعينيات الدول الأوروبية بعد نهاية الحرب العالمية التانية قعدت مكروب من 25 سنة عشان تبتدي يعني بتشعر انها دول قوية فالموضوع دي يعني الموضوع دي معروفة انها تقضعت احنا كان عندنا مشاكل ومشاكل كتير ويتحل يعني عندنا مشاكل كان عندنا معرض الاحتياط النظر كان مقافض كان 16 مليار الآن تصل 45 مليار كان عندنا عجز في الموازنة كبير كان عندنا عدم ترشيد للدعم كان عندنا مشاكل كتير وعدة لازم تحلها الأول علشان تبتدي تتكلم على حاجات تانية لكن انت مش هتنزل تنفق على الصحة وتنفق على التعليم اللي هو لما يكون عندك موارد تقدر تجيب موارد للدولة المصرية وتعمل ترشيد للانطاق العام وكلها دي طبها يعني أمور مرتفطة ببعض الأول لازم تقوّل مؤشرات الكلية توقّف الدولة على رجلها وبعدين نبتدي نشوف بقى الاطلاق بستطاعها الخاصة هي تنفق كل دي أمور بتيجي بعد ما انت تحسن مؤشرات الكلية كل معدل نمو لحكيات النظر دي تقليل عجز الموازنة تطنيفات الاقتمانية ما دي لازم كان تتيجي الأول لازم تتيجي الأول لأنك انت في النهاية الدولة يعني بتتهيئ المناخ وتتهيئ المناخ اللي استثمره وتحسن بيئة الأعمال وإجراءات بتقوم بيها ولكن فيها انت لازم محتاج مستثمر محتاج استثمارات أجنبية في النهاية محتاج المستثمرين يجوا يستثمروا يعني الدولة مش هتبني كل حاجة لوحدها انت محتاج القطاع الخاص فإذا انت مكادش مؤشراتك القلية قوية الدولار مستقر عمر ما مستثمر هيجي لك ما كانش التصنيفات الاقتمانية دي لك عمر ما الاستثمر هيجي لك ما كانش النمو الاقتصادي مرتفع وبيشدوا بيه عمر أيضا ما كان المستثمر هيجي لك محطات الكهرباء اللي تم انفاق عليها 600 مليار ما كانتش معمولة وقوية وعندك فائط في الكهرباء عمر ما هيجي لك مستثمر ومستثمر هيجي على إيه ما كان هيجي على إيه السبب اللي كان هيجي لك عليه اللازم تكون البنية التحتية مكتملة في البداية علشان يكون مستثمر إلا 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 هيخليه ييجي ما هو يروح الدول تاني بتعمل كده فأنت لازم هو بيجي يحس إن مؤشرات دولة دي فيها انطلاقة فأنا أبتد هاجي أشتغل على الانطلاقة في دول جي كتير بتيجي تستثمر شركات كبيرة كتيرة بتيجي تستثمر في المدن جديدة عايزة تستثمر في المجال العقاري ومدن جديدة محتاجة محطات طاقة محتاجة مصامع محتاجة حي للمال والأعمال محتاجة صناعة وتجارة الخدمات يعني بسبب أمور منتظمة وبعد إنه فيش واحد هيجي في القاهرة المتحدثة يقول لك أنا أعمل مشروع هيعملوا فين نعم في ناس عايزة تروح مدن جديدة على الساحل عايزة مدن جديدة على الساحل تستمر فيها نشاط خاص سياحي مثلا زي في العالمين زي في المنصورة الجديدة يعني كل دي بسبب أنت محتاج أماكن جديدة تيجي تشتغل فيها ده بتأكيد نعم دكتور كريم العمدة وستوز الاقتصاد السياسي أشكرك على المداخلة والتوضيحه مرة تانية صباح أخير طبعا بعد التليفون الاقتصادي ده نروح لخبر من جديدة الوطن معركة السحابة السوداء فحص 2076 مصنع وتحرير 424 مخالفة 20 محطة لرصد جودة الهواء في القاهرة الكبرى والدلتة وشبكة للانبعاثات الصناعية ومنظومة انظار مبكر تفاصيل الخبر بتقول تكثف وزارات التنمية المحلية والبيئة والزراعة جهدها لمواجهة أزمة السحابة السوداء إنه جمع عن حرق قش الأرز وعوادم المركبات والتلوث الناتج على المنشآت الصناعية وأكدت الوزارات التلاتة إنه تم رصد 424 منشآة مخالفة وتم تحرير 32 محضر حرق مخالفات زراعية وناقش وزيرة التنمية المحلية والبيئة في اجتماع بالأمس خطة الحكومة لمواجهة المشكلة بحضور محافظي القاهرة والجيزة والشرقية وممثل عن وزير الزراعة وسط صلاح الأراضي وفي بيان أكدت وزارة التنمية المحلية أن الاجتماع استعرض تقرير عن جهود وزارة البيئة من أول سبتمبر الجاري وحتى نص الشهر فيما يخص منظومة رصد جودة الهواء بالمحافظات وتجميع قش الأرز وفحص عوادم السيارات والحرق المكشوف للمخالفات البلدية وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على تولي التنمية المحلية تنسيب على المحافظات بشأن هذه الحرائق التي تشتعل في المقالب والتراكمات التاريخية والسيطرة عليها وأخيرا تمكنت فرق التفتيش البيئة من فحص 2076 منشآة صناعية تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسط تواصلها نروح للمصر اليوم المحافظات تواصل حملات استرداد حقوق الدولة إزالة 2270 مخالفة في المينيا وتقنين أوضاع عقود امتدائية في بني سويف وكفر الشيخ وأعتقد أن الدولة كده بتواصل ما بدأت فيه منذ فترة طويلة بإزالة التعديات ومحاولة استعادة حيازاتها الطبيعية واستغلال الأمثل اللي كانت بالفعل قد بدأت فيه في هذه المرحلة وبنتمنى أنها تواصل ده في الفترة المقبلة لعودة منتدكات الدولة إليها مرة أخرى نستغلالها كما يجب وخبرنا الأخير من الأهرام في الصفحة التامنة دعني خبر بقى مدبولي يتابع تنفيذ تكلفات الرئيس بتوطين صناعة جرارات وعربات القطارات في مصر تمام تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في اجتماع بالأمس تنفيذ تكلفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين صناعة الجرارات وعربات السكك الحديدية في مصر وذلك بحضور الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي ووزير النقل والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع واستعرض لاجتماع الدراسة اللي أعدتها وزارة الإنتاج الحربي لتوطين هذه الصناعة وتضمنت مراحل اتفاق مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال للتصنيع المشترك لعربات السكك الحديد وأوضح المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء استمع لشرح توضيحي حول البنية التحتية لصناعة السكك الحديدية دي كانت آخر أخبارنا نهاردة في هذه القراءة الصحفية السريعة التحليلية قاصل قصير بعده هنكون على رأس الساعة وموعد موجز الأنباز يقدمنانا موجز الأنباز منا محمد شعبان ونرجع بعدها لبدء حواراتنا فانتظرونا